السلام عليكم ورحبا بكم معي من جديد في القناة وفيديو جديد وقتراح جديد عن قطاع عليكم بحول الله وصفتين ديال القلاس سبق لي وحضرت معكم وصفات القلاس في القناة نتمنى انكم ترجعوا تشوفوا الوصفات سنحضروا اليوم وصفتين وصفة بالبرتقال ووصفة بالموس كيجيوا رائعين خاصة وصفة القلاس بالبرتقال كيجي منعشة ورائعة نتمنى منكم الاشتراك في القناة مع تفعيل جرس واللايك باش توصلوا بجديد القناة وانتقلوا ان شاء الله طريقة تحضير سنحتاجوا في مقادير القلاس الأول وهو قلاس بالموز نحن عندي ثلاثة حبات من الموز متوسطة مجمدين نخليوهم في الكونجيلاتور حتى يجمدوا نحن نطحنهم مزيان حتى يوليو بها الكريمة من الأحسن أنكم تطحنوه مني كي تطحن مزيان بهات الطريقة في آلة كهربائية لا يكحل معنا عكس مني كان معسوه بالفورشيطة كيكحل شوفوا هنا كيف شو اللبح الكريمة هنا نحتاج في المكونات عندي 500 ميلي لتر أو نصف لتر من الكريمة الطرية أو القشطة الطرية أو كريمة الخفق التي ستكون باردة سوف نطربها للبعض ثواني فقط لا يجب الكريمة تطلع نهائيا بزاف يعني بحال الشانتية سوف نطربها غير واحد شوية ثواني فقط سوف نضيف لها نصف علبة من الحليب المركز المحلى ثواني فقط سوف نطرب بعض ثواني أيضا غير ينسجم الحليب المركز المحلى مع الكريمة ثواني فقط سوف نضيف هنا الغم دي الموز سوف نضيف ملعقة صغيرة وكي يبقى على حسب الرغبة اللي متوفر عنده واللي ما متوفرش ماشي مشكل ممكن يحضر الجلاس من غير هاد الماذاق سوف نضيف الموز اللي تحنته هنا كما أسبق قلت لكم استعملت ثلاث حبات من الموز متوسطة الحجم ممكن استعملوا قل ممكن استعملوا حبتين أو ممكن استعملوا حبة واحدة سوف نضيف الموز سوف نضيف الموز مع الكريمة وأيضا ما غادش نخلطه مزيان حتى تطلع معنا الكريمة وإنما نطربه غير شوية باش تنسجم العناصر كما كتشوفوا القوام ديال القلص ديالنا تسائل أولا شبح الكريمة شنطية نهائيا هنعمر القلص ديالي في علبة بلاستيكية تكون محكمة الإغلاق وندخلها الكنجيراتور على حسب درجة البرودة اللي عندكم إلا كانت تلاجة ديالكم كتبرد بسرعة ممكن ساعتين كتكون كافية وممكن تخلوه ليلة كاملة هنهي غندوز للنوع الآخر ديال القلص اللي غنحضروه وهو قلص بالبرتقال كي يجيء رائع هنهي أيضا غنستعمل 500 مليلي لتر من الكريمة السائلة أو نصف اللتر هنطربها شوية وغنضيف أيضا نصف علبة من الحليب المركز المحلى وغنطرب أيضا لبعض ثواني فقط هنضيف أيضا المذاق ديال البرتقال هنضيف ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة على حسب الرغبة ونضيف كأس من عصير البرتقال هنهي الكيمية ديال عصير البرتقال كتكون على حسب نوعية أو القوام ديال القلص اللي بغيتوا تحصلوا عليه يعني كلما اضفنا بزاف ديال العصير البرتقال كيخرج القلص ديالنا متلج يعني بالعصير كيكون منعش وإلا بغيتوه كريمي أكثر استعملوا كأس فقط هنهي غنضيف كأس وكأس إلا ربع مجموع العصير اللي هنضيف القلص ديالي هنهي شفت أنه القلص الكريمة خفقتها شوية بزاف يعني مبقاتش سائلة هنضيف شوية أيضا ديال العصير البرتقال البرتقال هنهي مبقاتش هنهي من بعد ما تحصلت على القوام اللي بغيتو ديالكلاس ديالي هننعمروه في واحد العلبة ايضا بلاستيكية محكمة الاغلاق واندخل المجمد من اربع ساعات الى ليلة كاملة هنا انا خليت القلاس ديالي ليلة كاملة في المجمد من بعد ما خرجت القلاس ديالي للاشهارة القلاس ديال البرتقال كيحتاج انكم تخرجوه على الاقل ربع ساعة قبل ما تقدموه لانه كيجمد بزاف وكياخد الوقت باش يدف معنا شوية ويكون سهل اننا نشكلوه ونستعمله او ناكلوه هنا اشكلت معاكم القلاس مجرد ما اخرجتو كيجي شوية قاسح وصعيب شوية اننا نشكلوه بتشوفو الشكل ديالي لانه ضفت ليه كيميا من عصير البرتقال اللي كتزيد كتخليه يجمد بزاف هنا اياه بمجرد انني خرجته من المجمد حاولت انني نشكلو كيكون الشكل ديالي ما كتشوفوه وهنايا حاولت انني نصور لكم مرة اخرى من بعد ما خليت القلاس ديالي واحد الربع ساعة كيجي رائع منك كيدو بشوية كتشوفو الشكل والقوام ديالو كيجي منعش لهذا اخسكم تخرجوه واحد العشر او خمستاش دقيقة قبل ما تقدمو القلاس ديال اللي هو العكس كيجي كريمي ممكن اننا نقدموه او انشكلوه مجرد ثم نخرجوه من المجمد كيجي كريمي رائع جدا ممكن تحكموه في كمية الحلاوة ديالو بكمية الموز اللي غا تضيفوه يعني كيجي هنايا شوية حلو بكلاتة ديالو حبات ديالو الموز ممكن نضيفو حبة واحدة فقط هنا يغنزينو بصوص كراميل اللي اسبق لي وحضرتوه معاكم هذا هو الشكل النهائي ديال جلاس ديالنا هذا جلاس ديال موز كيجي رائع معا او صوص كراميل كيجي كريمي كنتمنى انو هاتجوج الوصفات يكونو نالو الاعجاب ديالكم وتحضروهم وصفات سهلة والنتيجة ديالهم كتكون رائعة والموعد ديالنا ان شاء الله وبحول الله في فيديو جديد واقتراع جديد ووصف جديد على القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة